بضعة أعوام مرت على تحرير المدن والقرى في محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لكن ما زالت بعض العوائل تنتظر العودة إلى شققها السكنية التي باتت مجرد خراب بسبب العمليات العسكرية ضد داعش طالبوا برفعها يدحجون على هالشققها يشيلون هالنقاذ هذه على المجارة هاي المسددة يفتحوها اللي دا تفيض علينا هاي الانقاذ محا جيشها لها بالعملات العسكرية منصر بين دواعش والحكومة هاي تفجرت لنا العماير ومحا جيشها الانقاذ جاءت أطلع لنا عقارب وحياية وهالعالم تبهذلت وساكنها بجارات ولعافة شققها خراب ودمار كبير خلفه الإرهاب في الأنبار وحكومة بغداد لازالت تطلق الوعود والمتضررون ينتظرون العودة إلى الديار والتعويض ليعمروا بيوتهم المدمرة فهل سيتحقق الوعد أم سيبقى مجرد أحلام وردية طالبنا في الماضي وقبل عدة أشهر بحقوق المواطنين وحقوق الناس من الدور المتضررة والمساكن والمعامل والمصانع والسيارات وحقوق الناس بصورة عامة طالبنا الحكومة المركزية بإعطائها وإعطاء هذه التعويضات إلى أصحابها إلا أن الحال كما هو لحد هذه اللحظة الحال كما هو لا توجد تعويضات إلى أهالي محافظة الأنبار خمس سنوات مضت تبدو غير كافية لإعادة أعمار بعض مدن محافظة الأنبار لأسباب تتعلق بخلة التخصيصات المالية لإعادة ما دمرته الحرب من الأنبار أحمد الحمدالي هنا تتغيير ترجمة نانسي قنقر